انتخاب اليميني فالتا روزنجرانس رئيسا لمجلس النواب النمساوي وسط احتجاجات سياسية وده يمكن للمرة الاولى ان يكون الرئيس الاول للبرلمان من حزب الحرية دايما كان بيبقوا التالت السنة الماضية كانوا برضو التالت كان هو تالت رئيس ديني المرة الاولى في تاريخ النمسا ومعانا طبعا فيها برضو يمكن بعد اعلان النتيجة وفوز روزنجرانس كان فيه برضو منوشات خرجت من الجالية اليهودية وطلع اسكار دوتش وقال عبر ان ده الراجل ده بيحفز على او يحافظ او يتحالف مع المجرمين النازيين ونقول استقرار مؤشر الديمقراطية في النمسا مع تراجع في خطاع العدالة وحقوق الانسان هل كان بالنسبة لك كون اني حتى روزنجرانس ينتخب هو محتاج 82 صوت انتخب بمئة صوت من اصل 162 هل كانوا حضريني هذا الكلام اللي بنا نحكيه بي صراحة انه انتخب من مئة من مئة صوت طيب هو فعليا هو فعليا اعتقد لحزب حزب الشعب حزب الحرية اعتقد عنده تقريبا ما يصل ل 60 صوت تقريبا 57 هل هو بالضبط طب الاصوات التانية منين جاب حزب حزب الشعب الاصوات التانية جاب من حزب الشعب هذا الكلام شو معناته هذا الكلام معناه انه رغم كل شيء رغم رفض رفض حزب الشعب التعامل مع الحرية الا انه دعمه في الخلف يعني كان بامكانه كان بامكانه باعتبار حزب الشعب على اساس اخر موقف وموقف متصلب من حالة حزب الحرية ولكن هو من ساهمة بنجاحه لا اعتقد لا بس هو مش واخد موقف من الحزب هو واخد موقف من رئيس الحزب يعني انت لو كنت اصلا لو كنت فيه في رئيس الحزب حتى غير كيكل انا كنت انا اتوقع على فكرة وعلى فكرة لا يستبعد لا يستبعد انه شاهد مفاجآت انت شئلت الليه مفاجآت ان الحكومة ستكون عصية جدا طيب واذا بابلر لم يتنازل وراح كارل نيهامر واتفع مع هيربت كيكل على تشكيل حكومة وهيربت كيكل هو يكون تحته وليس وكارل نيهامر المستشار وهيربت كيكل طبعا هيربت كيكل قال ماذا قال قال لن ارضى الا نكون في الحكومة ومستشار ومستشار تحديدا طيب باركي تنازل لا هذه اشارة مش ممكن يسموها نعم مش ممكن يسموها زي ما حصلت في اسرائيل مرة ان كل كل اتلاف كل رئيس حزب بيمسك هو المستشار او رئيس الحكومة لبضعة سنوات والله ما عندي فكرة صراحة الى اي حد في الدستور النمساوي هذا الشيء قابل للتحقيق من عدمه ولكن تنتبه ان الرئيس النمساوي ابدا لم يكلف هيربت كيكل فبالتالي هذا الغزل هذا الغزل الذي نشاهده بشكل وباخر ما بين حزب الشعب وحزب الحرية بصراحة اعتقد انه ممكن الايام الممكن اللي يكون فيها مفاجهات اما الخبر الثاني اللي بيقول استقرار مؤشر الديمقراطية في النمسا تراجع في قطاع العدالة وحقوق الانسان ايوا ورجيني بقى ورجيني بقى كيف وضع البرلمان النمساوي كيف وضع المؤسسات المعنية بهذا التفصيل مع وجود شخصية محسوبة على اليمين على رأس على رأس البرلمان اكبر مؤسسة سياسية في النمسا تشريعية بالضبط سياسية تشريعية هي البرلمان النمساوي موجود عليها شخص محسوب على اليمين شخص في عنده مشاكل شخص في عنده بعض التحفظات بالتالي خلينا نشوف هذا المؤشر السنة الجاي كيف أحواله كيف أخباره بالتالي استقرار مؤشر الديمقراطية في النمسا ما تراجع في قطاع العدالة طبعا حتى قطاع الاعلام في تراجع فيه طبعا تقرير طويل كتير صراحة للي كان ممكن انه يقرأ منه شيء ولكن احنا ركزنا بالخبر اللي نقلناه على موضوع الاستقرار بالحالة الديمقراطية ولكن موضوع العدالة موضوع المحاكم فيه مشاكل كتير كبيرة وانا كل يوم والتاني كل يوم والتاني لازم يتصل فيني حدا ويقل لي عنا مشكلة مع المحامي عفوا بمحكمة عنا مشكلة مع شرطي مع بوليس مع كذا فمع الاسف الشديد في كتير مشاكل استاذ ممدوح موجودة بسيستم العدالة بسيستم القضاء اعتقد بحاجة الى تصويب شديد جدا وهذا ايضا من متضالبات الحكومة المقبلة